سجلت تقريباً بأربع معاهد من ورا هذا الشغل ومعاهد كان مبالغاً كبيرة من هذا المردود أنا بقدر ساوي أمور دراسي اسمي منار عمريتا سباشر سنمشي اطلت على تركيا من حوالي 5 سنين تقريباً من 2014 أنا تعلمت هذا الشغل للألعاب عن طريق واحدة هي اتصلت فينا وقالتنا إنه في دروس كورسات تعليم كروشي ألعاب فرحت وشفت النمط فشاغت أني أنا بعرف أشتغل صوف إنه فينا نبلش نحن بالألعاب فوراً كنا نحن مجموعة صباش اشتغلنا مع بعض تعلمنا كانت الدورة مدة شهرين كانت هذه المرأة كمان تاخد منها وهي تبيع لبرا أنا عم بشتغل معا اشتغلت لحالي أول اللي بتعلمتها هي كانت دمدوب بعد ما أنا تعلمتها وأتقنتها صرت اشتغل كميات كبيرة وبيعة بعدين صرت اشتغل هذا الشيء اللي صرت اشتغل وبيع أنا لحالي بين رفقاتي بين رفقات ماما بيع هذا الشيء يعني سوي كشيء خاص يعني كان الصوف دائما مش انتعتي وينما اروح وينما اجي دائما طالع واشتغل كد عم اشتغل مرة بالدار هو المركز اللي كانت أنا ادرس فيه كد عم اشتغل فشافتني واحدة بريطانية وطلبت مني إني أنا اشتغل له وهي تسويلي فقالت لي إذا هاي الشغلات بتمشي هناك بلندون فأنا بطلب منك طلبيات كبيرة الحمد لله أقدت الشغل وعجبوني هناك وباعت منه كتير يعني انا بلشت بالشغل هذا الشغل الصوف بعد ما انه ما ضبطت امور دراستي بي بتركيا هلا انا اول ما صار هيك بامور دراستي فأنا خلاص قلت انه قطعت الامل فبعدين لقيت بعد سنتين اني انا ما عم بتحسن انا ما عم مطور من حالي شيء باللاعكس العالم هي عم تصير فوق وانا ضلت حكت فوقت اشتغلت عحالي ودعبت كثير هلا من انا وصغيري كنت بحلم اني كون كابتن الطيران بس طبعا بعد ما هيك ما عمت زبطت امور دراستي طبعا ما قامت هذا الحلم الراسي ابدا ان شاء الله بحق هذا الحلم يعني انا عم بسعى واشتغل على هذا الحلم وان شاء الله بحقه وشغل الصوف يمكن يؤمن لي مثلا حق الكورسات اللي انا ممكن ادفع سجلت تقريبا باربع معاهد من ورا هذا الشغل ومعاهد كان مبالغ كبيرة من هذا المردود انا بقدر ساوي امور دراستي شوي شوي